السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم بشرح الأعراض والتعريف العامي في مادة العصبي من مرجع مكلاود رح نحكي عن أهم الأعراض وأشيع الأعراض لدى طبيب الباطن العصبي واللي هو الصداع بشكل عام الصداع هو أهم عرض يأتي به المريض لطبيب الباطن العصبي طبعا بالبداية الهديك أو الصداع هو أشيع الأعراض العصبية يعني اليوم الدكتور أشيع الشيء التي تجي لعنده هي الصداع إن كانت عرض منفرد يعني تجي المريض جايك بصداع أو جايك بمرض آخر يترافق مع الصداع وهون سبب شيء وهذا العرض طبعا هذا الصداع قد يكون بدئة مثل الشقيقة أو قد يكون ثانوي لمشاكل أخرى ما مقصد ذلك قال هذا الصداع يا عزيزي هو قد يكون بدئة أو أولة مثل الشقيقة طبعا إيش هي الشقيقة؟ الشقيقة هي مرض وليست عرض هيا انتبه لهذا الموضوع وأهم أعراض هذا المرض هو الصداع طيب ليش سمينا بدئة؟ قال لأن المسبب لهذا الصداع في الشقيقة غير معروف أو رقم واحد أو قد يكون متعدد العوامل ولما منحكي بالعصبي ما نكون ما منعرف لش السبب أو ثانويان المسبب واضح وموجود وحتى أحيانا يمكن علاجه مثل الأدوي أو نزف تحت العنكبوتي طبعا النزف تحت العنكبوتي هو من أنواع النزوفات القحفية هذا النزف تحت العنكبوتي طبعا إحنا رح نحكي عنه بس ببساطة لحنا نفهمه أنه أنا في عندي فرضان في عندي الدماغ تمام؟ ويحيط بهذا الدماغ يا عزيزي في عندي سحايا تمام؟ فرح يجي الدم ويجي مثلا يصير في عندي نزف في هذه الطبقة اللي هي ما بين الأم الحنون والعنكبوتية فصار اسمه نزف تحت العنكبوتية في هذا المكان هذا النزف غالبا هو شائع لدى وجود أمهات دم يعني في عندي تشوهات وعائية خلقية فبتنفجر فبتعطيني هذا النوع من الأنواع النزف فمريضك بيجيك بنزف أو ما بيجيك بألم مزمي بيجيك بألم حاد وصاعق ومفاجئ تمام؟ طيب بعدين منمشي منشوف عبيقلك شائع بالحالات غير العصوية طبعا رح نحكي عن الصندوق والسنو الصلو أشياء أسباب الصداع هي الشقيقة ومتلازمة الصداع اليومي المزمي يعني إذا شفنا هذا الصداع ونشوفنا تشاخيصه التفريقي يعني إشو الشغلات ببساطة إشو الشغلات أو الأمراض اللي ممكن تسبب لهذا العرض هي الشقيقة بالدرجة الأولى ومتلازمة الصداع اليومي المزمن اللي رح نشوف إشو يعني متلازمة الصداع اليومي المزمن لما نوصل له ببساطة قبل ما نبلش ونفوت بالتشاخيص التفريقية لا الصداع نشوف إشو الأمراض اللي بتسبب هذا العرض يعني أنا دكتور جاني مريض عنده صداع ايشو الشغلات اللي ممكن تسبب له الصداع قال اعتمد على مبدأ اسماء يعني على كلمات مختصرة بكلمة سوكريتس تمام يعني سوكريتس يعني المقصود فيه اللي هو السايد المكان الانسيت البداي تمام شوف هنا تفاصيل هذا المرض العوامل المفاقمة العوامل المخففة بداية المرض هل يا ترى هو متكرر يزول لا يزول البداي تمام هاي ببساطة طبعا عبي قللك اسأل كل ما يفعله المريض خلال هجمي والاشياء اللي بتعيقه النوبي عن فعله وكيف يشعر بين النوبي منيح ما ومنيح هاي الشغلات كلها ما أنا محطوطة عن عبت هاي محطوطة لهدف ما يعني اليوم كيف يشعر بين النوبي ممكن يكون المريض متألم ما بين النوبي معناها بنفي مرض المريض غير واعي بين النوبي بنفي مرض آخر أو بتتوجه نحو مرض آخر فصفة هذا الصداع بدايته نهايته شلون بلاش قديش طوال الاخري كل هاي التفاصيل بتجرني نحو المرض المسبب لأله تمام طيب قبل ما نفوت معناها بكل هدول التفاصيل رح نحكي عن تصنيف الصداع حسب بدءه وحسب تطوره بس أنا برأيي نترك هذا الجدوى نتركه للأخير بعد ما نكون درسنا كل هاي المسببات للصداع أولا يا عزيزي تعالوا نحكي عن الشقيقة اليوم الشقيقة هي عبارة عن مرض عصبة من أهم أعراضه الصداع الشديد والنوبي إذن انتبه من صفات هذا الصداع أنه نوبي انتبه يعني بيقل لك أنه الشقيقة بتجي على شكل نوبات وما بصير نوبة الشقيقة الطويل أكتر من ثلاثة أيام مثلا فيها إلى نوعين النوع اللي رح سمي لك ياه هو الكان يسمي بالشقيقة الكلاسيكي أو هي طبعا هي كلاسيكية مدرسيا يعني هيك أنهم بتكون منتأكدين أنها شقيقة تسبق بشيء اسمه نسمي أو نسميها الأورة بتكون قاعد فجأة مثلا تفرجع تلفزيون بتصير بنص ساحة الرؤية في منطقة بطلت شوفية أو بتشوف انكسارات ضوئي يعني يا فقدان يا زيادة ضوء أو لمعان بتشوف أحيانا مثل ضوء نور بنص ساحة الرؤية أو عتامي العتامي منسميها عرض سالب أو إذا شفت لمعان فمنسميها عرض موجب أنه يعني زيادة طبعا هي المترافقة بالنسمي بتشكل بس 20% من الحالات أما الشائعة جدا هي المانة طبيعية أو المانة نموذجية وما مسبوقة بأورأ أو بنسمي أساسا إيش هي الأورأ أو النسمي؟ هي تبدلات بصري طبعا بالمناسبة قد تكون سمعي حتى تستمر في بضع الدقائق وحتى ساعة كاملة مثلا تبدأ عادة بالعتامات بنص الساحة البصري وممكن تتطور بعد الأضواء اللامعة بعد ذلك يحدث الصداع طبعا الصداع قد يكون أحادي أو ثنائج جانب والغالب أحادي الجانب صفة هذا الألم ضارب أو نابض مثل كأنه حدا يضربني على رأسه أو في نبض دائما يقول لك يوصف المريض أنه فيه مثل دم بعروق عبي وجعني فيه عندي أعراض أخرى بما أن الشقيقة هي مرض فبالتالي غير عرض الصداع فيه إلى أعراض تاني الغثيان والإقياء والحساسي للضوء أيضا مريضك رح يصير فيه عنده غثيان وإقياء وحساسي للضوء رهاب ضوء أو حساسي للصوت لذلك أنت رح تتكون بذهنك صورة عن مريض الشقيقة كيف بيكون غالبا بيكون مريض متسطح بغرفي مطفل أضوية تبعاه وما بيتحرك منه ببعد عن الموبايل ننتبه على هاي الشغلة بهلو أوقات هاي نحن عم ننتبه عليها لأنه الموبايل هو مصدر للضوء والصوت عادة يستمر لأقل من 24 ساعة ومصادر بتقل لك 72 ساعة هاي كما في صفة جدا مهمة بالشقيقة ما بصير يقل لك المريض أنه أنا صار لأسبوع بيوجعني رأسه ما بصير لذلك صفة النوبية هي صفة مهمة جدا للشقيقة توجهني كتشخيص تفريقي نحو الشقيقة وتشخيص هيك أمراض جدا صعب يعني عندك طالب تالتي ما رح تقدر تشخصها لأنه هيك أمراض تشخيص سريري وده طبيب محنك صداع اليوم المزمن هو صداع ثانوة لأسباب معروفة قد تكون مثل صداع رقب المنشأ أو شقيقة مزمنة أو تحويلي من سمية مرض نفسه قد يكون أو صداع توتري وهو من أشع أنواع الصداع الصداع التوتري هو عادة ثنائد جانب وثابت وشعور ضاغط على رأس غالبا المريض بيوصف لك أنه مثل الحدا لفله حوالي راسه مثل لقشاط وعب يشد عليه أو حبل وعب يشد عليه غالبا هذا التوتري من اسمه بيجي نتيجة ضغوطات اليوم الطبيعي بتوصل لآخر اليوم بالليل راسك عبيوجعك انوجعته لراسك طبعا المسكينات أيضا قد تسبب صداع لأسباب قد تتعلق بتوسع الأوعي أو الأخري أيضا أعراض جسدي للاكتئاب بصفة الاكتئاب أنه مرض نفسه لا تتوقع مني أشرح لك شو السبب لأنه أتوقع أنه هذا الشيء جدا اختصاصي أنه ليش الاكتئاب بسبب أعراض جسدي لكن الاكتئاب ببساطة الحالي النفسي نحن كأطباء دائما منقرنا مع الحالي الجسدي لأنه بالأساس يعني إذا جيت ربطة طبيا يعني على القلم والورقة لستلاقي ببساطة أنه مثلا الوطاء أو تحت الميهاد هو أكبر وصل ما بين الحالي النفسي والحالي الجسدي ببساطة طيب إذا كان الصداع بدايته فجأة بسرعة وليس بشكل مزمن قال هذا يكون أكثر جدية بيكون سببه خطير عادة فجأة وجعه راسه خلال كبسي تزر إشو الشاغلات أو التشاخيص التفريقي لهذا الصداع نزف تحت العنكبوتي مثل ما قلنا والنزف تحت العنكبوتي قد يكون بسبب رض أو بسبب حادث والأشياء منه أنه يكون بسبب أم دم شون يعني فيه عنده وعاء ضمن الدماغ فيه أم دم يعني فيه منطقة عم يتجمع فيها الدم مع الزمن قد تنفجر هذا الدم ويطلع ويسبب لي نزف تحت الجافي وبسبب ألم شديد وصاعق تمام هذا النزف تحت العنكبوتي ممكن يترافق مع أعراض أخرى يعني شنون ممكن أنا أتوجه أنه سبب الصداع ذو البداية المفاجئة النزف تحت العنكبوتي قال غير الصداع فيه عندي نقص وعي يعني فيه عندي تأثيرات على الوعي بس انتبه أنه وجيز لأنه فيه شغلات تاني بتسبب نقص وعي بس ما نوجيزي يعني ما أولي فترة قليلة أيضا بصير فيه عندي اختلاجات يعني ببساطة طبعا ما مو بالضرورة لكن قد يصير اختلاجات اختلاجاتي بسبب الضغط على المادة العصبية الضغط على الدماغ فبالتالي رح يصير فيه عندي انفراغات كهرباء يعني هاي بالعامين احنا نسميها كهرباء بالدماغ تماما ما يبسموها كهرباء باختلاج فلان باختلاج فإذا انتي حد تشايف حد عنده اختلاجات أيضا رهاب الضوء والإقياء وصلابة العلوق هدول الثلاثي هدول أساسا من أعلامات التخريش السحائي لأنه أساسا أنا تحت العنكبوتي صار فيه عندي دم هذا الدم رح يخرش السحايا رح يحكى رح يزيه كيميائيا وفيزيائيا رهاب الضوء رح يصير عندي والإقياء أيضا بسبب الضغط أساسا الارتفاع الضغط داخل القحف هاي أهم شغلي إذا ما ضغط على مركز الأقياء أساسا بلزا الدماغ وأيضا صلابة النقرة أو صلابة العنق وهي من أحد أهم علامات التهاب السحايا والتي هي أساسا ناتجة عن تخريش السحايا ولكن لا يمكن تمييزه سريريا عن صداع قصفة الراد وهو أساسا صداع سليم تشخيص تفريق الماء إن علاقة فيك طلاب تالتي التهاب السحايا والتهاب الدماغ غالبا التهاب الدماغ تالي لالتهاب السحايا التهاب السحايا طبعا حكينا عنه كثير قد يكون جرسومة فيروسة إلى آخره بس إحنا بهمنا أنه بيكون بشكل أقل سرعة يعني إجباري هذا التهاب مرح يجيب كبسة زر وفي عنده شغلات بتدلني على أنه في عندي عملي التهابي بالسحايا أولا في حمى لأنه أساسا هي جراثيم وفي عندي التهاب وفي عندي إنتان وأيضا طفح جلدي غالبا ممكن الدني على النيسريا كثير سحائي وخطوى بجراسيم رهاب الضوء معنى في عندي تخريش بالسحايا يعني في عندي مشكلة بالسحايا وأيضا صلابة العنق دليل أيضا على مشكلة بالسحايا فأنا هنا توجهت أنه المشكلة عندي هي عبارة عن التهاب في السحايا لأنه المسبب موجود جراثيم والإنتان موجودي ومسكت الجرثوم واللي هو يعمل ليه التهاب وأدى لمشكلة بالسحايا يعني جرثوم تمام عمل التهاب وين بالسحايا هي باختصار هيك فيك تحفظه تمام طيب اه الاي سي بي ارتفاع الضغط داخل القحف اي شيء بيرتفع بيرتفع الضغط داخل القحف فهو ممكن يعطيني علامات كيف ممكن افحصها اذا بتتذكره قلنا عن طريق فحص قعر العين فبشوف وذمة حليمة العصاب البصري اه ارتفاع الضغط داخل القحف كما في الاورام المتوسعة يعني في عندي افي كتلي هاي الآف الكتلية عبتتضغط على الدماغ فبترفع للضغط داخل القحف صداع ضعيف التوضع كلمة ضعيف التوضع يعني ما نو محدد لانو اساسا المريض ما رح يعرف يحدد لك انو ما في حدا بيقل لك عندك كتلة براسة موجودة بالناحية الفلانية يعني لانو الموضوع ما نو جسده وينما حشويه ثانيا في شغل ينتبهي عليها كمان فيعطيك فكرة انو الدماغ لا يوجد فيه مستقبلات للألم الدماغ نفسه ما بيتألم كمان ينتبهي على الشغل اسوأ عند المشي في الصباح يعني يتأثر بالحركة ويتفاقن بفعاليات متعاموية مثل الانحناء يعني انك الطامي اللي تحت او الحلبة بسموه تماطي اللي تحت او السعال او الكبس عند التغوط اي ان هذا كله بيرفع الضغط داخل القحف تمام لانو اساسا بيرفع الضغط بضغط الوعائه وايضا الضغط داخل القحف بكل بساطة ليش لانو اساسا انت لما بتضغط فرح سيزيد الاحتقان بشكل اكبر بالجسم اما الالام العصبية في حال كان الالم له علاقة بالاعصاب وليس في الدماغ او النقاع الشوكي شون يعني؟ يعني ببساطة ممكن يكون الالم ناتج مثلا عن تخريش لعصب ما مثلا وليكن للعصب السابع او الاشياء والعصب مسلس توائم الخامس بيأدل الالم حارق دائما الالم العصب يكون مثل الحرق لدعا او الالم كهرباء مثلا او الالم قطع سكين يستمر لثوان وينكس من فترة لاخرى يتفاقم في الالم مثلس التوائم الالم العصب الخامس والم العصب البلعومي اللساني العصب 12 بفعاليات معينة مثل الكلام تنظيف الاسنان حلاقة الدقن او تناول الطعام يعني اي شيء ممكن يضغط لهي الاعصاب او يشغله فممكن يفاقم هذا الالم مو موضوعنا التهاب الشريان الصدغي اللي كان بيسموه العرطل هو مناعي ذاتي احيانا بذلك ندرسه مع مادة الرثوية عادة بيأدي لصداح حديث العهد بس ما نوحاد جدا تمام؟ عند المتقدمين بالعمر فبالتالي عمر المريض بيهمني بالتشخيص التفريقي عند ايلام ايلام هو المضض المضض يعني انك تكبس في ايدك على منطقة الشريان الصدغي ولكن في حالات نادرة يحدث العرج المتقطع بالفك او اللسان العرج المتقطع المقصود فيه هو نقص التروي بسبب نقص التروي بعضلات مثلا الماضية او عضلة اللسان فممكن يسبب لي مشاكل او عرج متقطعين بصير كلمة عرج متقطعين بيتعب مع الجهد تمام؟ طيب حد الان خلصنا من الصدغ تمام؟ تعالوا نحكي على اضطرابات الوعي حين يراجع المريض بقصة اضطراب وتبدل نوبة في مستوى الوعي فهيجب اخذ القصة في المريض من المريض بالاضافة الى احد الشهود والشهود كتير بتهمني بالعصبي دائما المريض العصبي بيكون في حد عب يحكي السيرة عنه لانه غالبا في عندي اضطرابات بالوعي اذا ما هو كان غميان بشكل نهائي قد يكون اضطراب وعي او منسميه تغيوم في الوعي يعالي المريض من صعوبي في وصف هذه الاعراض لانه مرض لانه اساسا مو حيسس يشعب صير لانه اساسا مشكلته بالاعصاب يستخدمه من مصطلحات غشاوي اغماء نوبة من الدوخة يعني المريض بيجي بيقول لك انت عمليا لازم ما رح يقول لك المريض انه انا معي اضطراب في الوعي المريض رح يقول لك انا فيه مثل غشاوي على وشي غمي علي مثلا ضخط يا دكتور وقعت من على الدرج هون انت بقى بصار في عندك الهكم هائل من انت شخص تفريقي ممكن يكون مشكلته قلبي بالاساس منعصبي ممكن جلطة قلبي ممكن جلطة دماغي ممكن نشبي استروك آي استروك آي استروك آي استروك ميت شغلي فلذلك لازم تحدد كتير شغلاتي من وين بتحددها من المريض اذا كان ماشي حاله او من الشهود وهو الاهم عليك ان تحدد المكان اللي حدست فيه النوبي كمان كتير مهم اذا مريضك كان متسطح غير مريضك كان بطلع على الدرج ما انت مشكلته بتوجه انه قلبي اكتر كانت على الجهد كانت نتيجة حرة والله بعرس فرقص كتير فصار في عنده جهد والله بعزها فكان حزنان فصار في عنده مشكلة فبالتالي برجع بأكد عليك اللي تفاصيل الحادثة طبيب العصبي كتير بتهمه يعني ممكن ترد غلبي لما بيكتر اسئلي اي علامات منذرة المرض المحرد المحتمل والله ممكن المريضة يتجقلك والله انا محرورة ايه كتير بتصير محرورة هو ممكن اتوجه انه مريضة نيروسيس ما فيه شي او ممكن عن جد يصير فيه جلطة يعني انا بعرف احد الاشخاص عن جد صار فيه حالة نصب عليه وصار فيه عنده احتشاء عضلة قلبيه بعد ساعات ممكن تصير علامات منذرة يعني المريض اش فيه عنده شغلات ممكن تفاقم اضطراب الوعي مريضك مركب قسطرة قلبي سابقة او مريضك عنده قصور قلب هالشغل ممكن تأثر عليه اكتر قديش طولت النوبي النوبي اذا طولت كتير ممكن يكون مشكلة اغماء ممكن وزمة دماغ ممكن اي قصة بينما نوبي صارت بفترة قليلة فممكن شكبي افي قلبي مثلا افي قلبي او خلينا نقول واحد دوراني صار عنده تواثر حدوث النواب مرة واحدة صارت فجأة ولا مريضك دائمت ما جيته متسطح ماته بتوجه نحو مثلا اه التهاب سحاية مزمين ممكن اتوجه نحو كتير امور ما هي اسرة تحسن المريض مريضك اذا كان افته قلبي وصار فيه عنده واحد دوراني ونزل ضغطه ووقع على الارض وفورا صحيته برج بقمة الاحصان اما المريض طول بالتحسن طول لحتى قومناه وقعدناه على الكرسي فممكن يكون المريض مريض صرع ومنذ متى يعاني المريض من هذه النواب هل يأترى المريض مزمين او حاد او تحت حاد فانهم بحط الامراض اللي براسي اللي ممكن اقررها كطبيب عليك ان تسمح لكل من المريض والشهود بوصفة نوبي هام جدا بشكل كامل منذ البداية وحتى النهاية اطلب من الشهود تمثيل اي حركات غير طبيعي شاهدوها تبدلات لون الجلد بهمني هيا ترى فيه شحوب ولا فيه عنده زرقة اذا فيه شحوب ممكن اعفي قلبي ممكن زرقة ممكن صرع نماذج التنفس اذا كان مريضك مثلا صار فيه عنده اختناق اذا اختناق فبصير فيه عنده صرير بالشهيق اذا مريضك صار فيه عنده مثلا اضرب لك مثال انه مريضك فيه عنده حماض فرح اسقين فيه عنده التنفس التنفس تعطش للهواء يعني تعطش لهويك المريض يعني هذا التنفس فبيعطيني فكرة او لمحة عن داخلية المريض فترة الصحوش قد طول المدة مدة الصحو اذا تطو قد تطول وقد تقصر فبتدلني على المرض فخلاصة الكلام القصة السريري شيء اساسي لانه الفحص السريري والاستقصاء نادرا ما تميزها شيء عن اختلاجات الصراعي خلاصة الكلام بيقلك انه انا بعرف اش بصير مع المريض من الحكي اما فحص المريض ما رح يفيد طيب من اضطرابات الوعي هي الغشي او سينكوب الغشي هو فقدان الوعي الناجم عن عدم كفاية التروية الدماغية انتبه فبالتالي كلمة فقدان الوعي هي كلمة عامة اكثر من الغشي فلما بقول كلمة غشي ببساطة انه وقف دماغ لانه ما فيه تروي لسبب من الاسبال تمام اشياء اشكاله هو الغشي الوعاء المبهمة له من اسمه نصيب المبهم او العصب العاشر او الفيغاس شلون بيصير نتيجة تحريض الجملة العصبية نظيرة الودية او باراسيمباثيتك اي بالالم الانفعال الانفعال العاطفة والمشاهد او الافكار المزعجة يعني بيجيك المريض ما سمعت بحياتك انه ممكن حدا مات من الوجع ايه هذا الالم بيحرض المبهم المبهم او العاشر بيوقف القلب لانه اساسا اذا فيه عندنا قلب جميل تمام وهي الصمامات تمام ففيه عندي العصب المبهم بيجيك اتجاه اكتر شيء مناطق الوصل بسبب لي بلك او حصار واذا كان فيه عندي تحريض مبهم زائد دفعات عصبي زائدي ممكن يتوقف القلب عن الدوران ويصير فيه عندي اي سيستول تمام الاي سيستول بيوقف القلب طيب فممكن بالألم ممكن بالانفعال العاطفة حتى ممكن بالافكار المزعجة فعن جد ممكن فلان مثلا متسمع فلان صابه سكتي قلبي او صدمي قلبي بسبب ايش تعبان مزعوج مثلا او يعني كتير كتير بتصير فاشو السبب هو اسم نسميه الغشي الوعاء المبهمة وقف القلب صار فيه عندي ايقاف تروي دماغي مباشر لانه توقف القلب بحد ذاته ما بموت اللي بموت هو توقف تروي الدماغي انتبه لانه القلب النهاية هو مجرد مضخة هذا الحكي بيؤدي بالبداية الى تباطئ قلب وانخفاض الضغط بالبداية يعاني المريض من مقدمة الغشي الشي المقدمة الشي بيشبه الأورى تبع الشقيقة بس هون الموضوع مختلف الموضوع مختلف في عندي خفة رأس انتبه وليس دوار انتبه وليس طنين خفة رأس بيحس المريض انه ما بقى بيقدر بيتحكم برأسه عبيروحه بيرجع رأسه في اللي يتمنه طنين وايضا غتيان وتلاشي النظر بيبلش يعني يا بيقلك يعني انا بسمع مثلا خطيرة بيقلك غباشة او بيقلك عبي غوزل عيوني عبد غوزل تمام ثم يشعر بالاغماء ثم بيغيب عن الوعي فبالتالي الموضوع اذا انتبه في عندي علامات منذرة مبكرة موفجأة يعني اللي بتفقد التروي ما بتروح التروي كبسة زر بتروح التروي بشكل تدريجي هذه النوب عندما يكون المريض بوضعية الانتصاب هو واقف حيث يكون مستوى الرأس فوق مستوى القلب فبالتالي ما في يعني ما في عندي قوة قلبي او قلوصي قلبي عبتوصل للدم باتجاه الرأس وللو كان متسطح المريض بالاساس فحتى لو وقف القلب للحظات او تعب القلب بلحظة ما رح يكون في عندي جاذبية ارضية عم تساعد على تروي دماغية وعادة بالبيئة الدافئة لانه الاوعي بتكون متوسعة تمام يبدو المريض شاحب انتبه لانه انا ما في عندي تروي جيدي ويتهالك الى الارض يعني دائما تحس بوقاع الارض انهد حيله بينهد حيله هيك بيوصف المريض اذا وضع المريض بوضعية الاستلقاء يعني اذا سطحناه سريعا انتبه الصحو يعود بشكل سريع اما اذا كان مريض سرع ما بيرجع بسرع انتبه لهذا الموضوع او اذا مريض مثلا اختلاجات ايضا ما بيرجع بسرع فانتبه لا الصحو السريع ايضا يضاف لذلك الصحو السريع مريض نقص السكر وهي احد اسباب الغياب عن الوعي وهي اهم سبب في الاسعاف لا دائما اي مريض غايب عن الوعي بحلله سكر اول شغلي ولكنه يترافق مع الغياب اذا خلاص الكلام في عندي الغشي الوعائي المبهمة او الاغماء احد انواعه فالغشي ناتج عن نقص الترويق القلبي هاي صفاته يعني نقص ترويق دماغي نتيجة مشكلة قلبي تمام الغشي خلال الجهد الى اسباب قلبي يعني اليوم الغشي لما حكينا انه نقص ترويق الدماغ طيب الدماغ نقص الترويته امتى نقص الترويته خلال الجهد مع تمشكلته بالقلب دائما اذا بتتذكروا قلنا الخناق او الاحتشاء كله بيكون اثناء الجهد اثناء طلع الدرج هون لانه بتنكسر المعاوضة وبالقلبي شرحنا هذا الحكي اما انسداد مخرج البطين الايسر مثل التضيق الابهر او اعتلال عضل قلبي ضخامي واحد اثنين يعني اما انسداد مخرج البطين الايسر مثل التضيق الابهر اللي هو كان اسمه او اعتلال عضل قلبي ضخامي شلون بصير انه انا ببساطة مخرج البطين الايسر هذا القلب الجميل وهذا البطين الايسر وهذا اللي رح رسم لكم باللون الأزرق هو الأبهر وطالع فإما هذا الصمام متضيق وإما العضل القلبي متضخم بشكل كبير هذه الضخامة تمام ببساطة يعني هذه الضخامة ممكن تسبب لي انسداد بمخرج البطين لأن هذه الضخامة عم تضغط على المخرج وأيضا رح يقل حجم نهاية الانبساط أو ممكن في عندي أريثميازي يعني يكون في عندي اضطرابات نظمة الحصار القلب التام أو الثيرد أو الكمبلت البلق تمام هذا الحصار التام ممكن تصغير بسبب أدوي بسبب حمر ثوي لأسباب عديدة كل هدول ايش بيهمني؟ بيهمني أنه نقص نتاج القلب أو الكارديك أو تبت فجأة نتيجة لذلك راح الدم ما يوصل إلى الدماغ ما هو الصراع؟ وما هي النواب الصراعية؟ وما هي الحالة الصراعية؟ أول شيء الصراع هو مرض النواب الصراعية من اسمها هي النوبي بحد ذاتها هي جزء من مرض الصراع الحالة الصراعية وهي حالة مهددة للحياة مهددة للحياة وإلى شروطه طبعا بالوقت الحالي أنه يتكرار النواب لمدة أكثر من خمس دقائق فترة معينة إلى آخره من موضوعنا النواب المقوية الرمعية هي أهم أسباب النواب الصراعية طبعا إيش يعني مقوية رمعية أو تونيك كلونيك؟ ببساطة رح أشرح لك ياها بالعام أول شيء المريض بالبداية بيصير في عنده نواب مقوية ثم رمع يعني أول شيء بيشد على حاله كتير كتير بيخشب نحن ما نسميه بيشد كتير بيخشب بيصير كله مثل الخشبة ما بيتحرك أبدا بيوقف هيك ويشد بعدين بيبلش الرمع فترة الرمع أو بيصير بيرجف أو بينفض نفض يعني بالعامي فأشياء أنواع الاختلاجات هي أشياء أنواع الاختلاجات المعممة طبعا الأختلاجات إلى أنواع اختلاجات معممة واختلاجات بؤرية الاختلاجات المعممة ليس لها مكان معين طلعت من كل دماغنا يعني هي ببساطة بيقولوا كهربت كتير في الدماغ فأشياء أنواعها هي المقوية الرمعية طبعا في عندي أنواع أخرى في عندي أنواب رمعية نواب مقوية الكثير من الكثير من من الأنواع الاختلاجات الصراعية المعممة بسبب تفريغات كهربائية تيابية يعني تروح ترجع تشمل كامل الدماغ أو جزء منه إذا كانت تشمل كامل الدماغ سميناها معممة أو جزء منه بؤرية يعني ببساطة المعممة كل الجهاز العصبي راح يصير فيه مقوية ورمع كل شيء عضلات وكل شيء بخص جهاز العصبي أما البؤرية فممكن يكون فيه عندي مشكلة فقط في مكان معين ولنفرض باللسان أو بمثل شبه الأكياء طبعا بتشبيه غير صحيح أنه والله فلان جلط جتوا الجلطة على سينه هيك بيقوله فأنا مشكلتي كانت ببؤرة معينة بالدماغ تترافق النوب المعممة دوما مع اضطراب الوعي عادة فقدان الوعي فما بالضرورة لأنه النوب يصير فيه فقدان وعي لكنها تترافق عادة مع فقدان وعي تمام تكون النوب البؤرية التي تحدث بسبب التفريغ الكهربائي الشيء في منطقة موضعة من قشر مخي بسيطة أو معقدة تمام البسيطة تنشأ من الحركة وقد تترافق مع حركات نفضية أما النوب البؤرية المعقدة فهي تنشأ من الفص الصدغي وقد تؤدي إليها حاسيس مزعج فالبسيطة حركية والمعقدة حسية قد تتطور البؤرية إلى معممة يعني كانت مشكلتي بالصدغة أو الجبهة وراحت لكل دماغ تمام وقد يصف المريض حدوث أعراض نمطية موجزة منذرة تشير إلى الصراع مما يميزها عن قدمة الغشي يعني في عنده شغلات تشير إلى الصراع غير موجودة في الغشي لأن الغشي مشكلة قلبي مشكلة تروي أما هم مشكلة عصبي هون المشكلة تكون فيها شحوب هون تكون فيها أمور أخرى طبعا كله رح نحكيه بوقته تمام أما بالنسبة للدوخة والدوار اليوم الدوخة تختلف عن الدوار الدوخة الديزنس يعني يمتلك هذا المصطلح عدة معاني وبذلك يجب تحديد ما الذي يقصده المريض لأن الدوخة هو مصطلح كبير لأنه ممكن يقصد الدنيا عبتفتل فيه أو خفة الرأس أما الدوار فهو أنك تحس أن الدنيا عبتفتل من حولك يعني أنك تحس حالك راكب بمدينة الملاهي فمشكلة قد تكون بصري أو على سبيل التوازن حس عميق ودهليزي لا ينجم الدوار إلا عن الآفات المحيطية الدهليزية أو المركزية الدماغية في حين أن الشعور بخفة الرأس حصرا ما يكون أو نادرا ما يكون موضع وشكل عادة ظاهرة معمنة ويكون غالبا مشكلته بداية غشي ومشل قلبي أما المحيطية للدوار أكثر شيوعا من الأسباب المركزية ما معنى ذلك أنه الآفة المحيطية اللي قد تكون مثلا بسبب الأذن أو بسبب العصب القريب منه فمشكلته هي محيطية وليست بالمركز تمام هاي باختصار نظرة عن الدوخة وكذلك طيب نواب الدوخة الناكسة تصيب 30% على الأقل من الناس تفوق أعمارهم 65% واللي كبار بالعمار هاي نواب الدوخة اللي إذا بتتذكروا قلنا أنه هي مفهوم عام جدا إيشو الشغلات اللي ممكن يتسببها؟ في عندي هبوط الضغط الانتصابي ونحن بنعرفه إيش هو أنه أنت لما بتكون قاعد وفورا بتوقف فبصير في عندك بتحس حالك دخلت للحظة خفة رأس أو حتى ممكن فقدان وعي عند غير الطبيعيين بسبب طبعا هي بالحالة الطبيعية الضغط لازم ينزل شوي وهي خفة الرأس إذا صارت للحظة وراحت كمان شي طبيعي وما بيأسر بس إذا زادت ووصلت لمرحة فقدان الوعي فماتت مشكلتها بسبب مدرات أو خافضات ضغط شرياني المدرات اللي بتقلل من الحجم الجائل للدم أو خافضات الضغط الشرياني اللي ممكن بالأساس تقلل من الحجم أو حسب الآلي تبعها يعني ممكن توسع للأوعي مثلا أو تقلل من الحجم خلاصة الكلام هون عبيصير في عندي صعوبة بالمحافظة على الضغط في الضغط بالسباتة الطالع للدماغ من القلب تمام خلال هذه الفترة لأنه بالأساس أنا بالحالة الطبيعية لما يكون متسطح وبوقف رح ينزل الضغط ضمن الرأس هاي باختصار كيف عبيعاوض الجسم؟ إنه عبيقبض الأوعي بشكل سريع لكن هون المشكلة إنه أنا بالأساس في عندي انخفاض ضغط فصار في عندي هبو الضغط انتصابي أو قد يكون ناجم عن أمراض وعائي دماغي أو قصور فقر قاعدة إذا مش لوعائي أو ممكن باضطرابات النظم القلبي بأنواع كله اضطرابات النظم القلبي الريتمياز يعني ممكن مثلا أضرب لك مثال يكون في عندي مثلا تاكيكارديا أو خلينا نقول براديكارديا براديكارديا ينبط القلب أو أكتر شيء ممكن يوصلني لمرحلة فقدان الوعي اضطرابات النظم القلبي هو الـ ventricular fibrillation أو الرجفان البطينة بينزل نتاج القلب للصفر ببساطة وهو أحد اضطرابات النظم أساسا فبالتالي رح يوقف رح يصير في عندي عشي أو ممكن يصير في عندي دوقة مين ممكن يسبب لي دوقة من اضطرابات النظم القلبي رح يصير في عندي نقص أي شيء بسبب لي نقص بنتاج القلب نقص نتاج القلب من أهم الشغلات اللي بتسبب لي ممكن دوقة بالمراحل الأولى وفقدان وعي بالمراحل الشديدة هو تضيق الأبهر تمام؟ تضيق الأبهر وحتى توزكر دائما بالحالات السريري والامتحانات الأمريكي الشهيرة فرط التهوي دائما هو بالقلق الحاد أو الهلع أو الخوف بصير واحد ها 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 ه هاي التهوي الزائدي رح تسبب لي قلاء ونتيجة لذلك ممكن توصل في الدوقة سوف يديد مشاكل باستقرار الغازي تمام؟ هاي ببساطة طيب ما هو الإغماء؟ أولا يحدث الإغماء لذultur Leader 30% من الأشخاص الذين تفوق عمرهم 65% ممكن بسبب حوادث أمراض حادي فقدان وعي ووجود عوامل خطورة الإغماء هو فقدان الوعي والغياب عن التوجه والوجود طيب تشمل عوامل خطورة لحدوث الإغماء المسببات والمؤخبات أمراض يعائي دماغي الزهايمر يعني ما اسمه الزهايمر اسمه الزهايمر يعني هيك اسمه الزهايمر الزهايمر بالألماني الزهايمر وداء باركنسون أيضا داء باركنسون لسبب المسبب بالدوبامين يعني مشكلته بالدوبامين ترابات توازن فممكن مريضك يوقع ويغمع عليه مشاكل بالبصر في المشيء الاستعراف إما كتأثير جانب لها أو بسبب الأدوية المتعددة فبصير فيه عنده متلازمات إلى علاقة بهذا الموضوع فيه عندنا هذا الجدول ما حكينا عنه تصنيف الصداع حسب البداية والتطور إذا أجاب مريض بعونه بوحدي بس فممكن الشيك بنزف تحته عن كبوتي لأنه قلنا هو نتيجة انفجار أم دم فهي بتنفجر بلحظة أو التهاب سحايا حاد بيكون شديد كتير كتير حتى سوى لنوبي وحيدي حادي إذا مريضك إجابي نوبي وحدي غير مسبوقة ما سبقه صارت ماهو بحياته وبسرعة وقوية أو ممكن أدوية موسعة للأوعي والزرق مغلق الزاوي مغلق الزاوي الزرق طبعا إحنا بناخده بالعيني الزرق وارتفاع الضغط داخل العين نفسه بسبب انسداد الترابيق اللي هي بتصرف الخلط طيب الصداع الحاد الناكس يعني يتبع نمط هجع نكس هجع نكس هجع يهجع ثم ينكس فممكن شقيقة قلنا نوبي الصداع بالشقيقة أو الصداع العنقودة اللي هي بصيبها عادة من الإناس أشيع وبيكون الألم حول العين يكون أحادة جانب حول العين وبيروح وبيرجع أو ممكن ألم مثلث التوائم وما بعد العقبول طبعا من الألم العصبي ألم مثلث التوائم وأيضا في عندي ألم اسمه ألم ما بعد العقبول يعني هو المنسميه ألم ما بعد داء المنطقة وهو أشيع اختلاط لداء المنطقة هو استمرار هذا الألم يعني داء المنطقة بيصيب مسير الأعصاب وبيطيب بعد فترة بيضل الألم رايح 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 مريضك بيضل عندك بالعياد غالبا مريض جلدي هذا يعني وأيضا زرق مغلق الزاوي لأنه المسبب موجود إذا ما عالجت إذا مثلا عطينا أدوية وقللنا من الضغط بيطيب المريض بيرجع المسبب بيسبب لي الزرق وزيادة الضغط من أول مجديد فبالتالي بيكون نكس شديد أيضا التهاب الجيوب لأنه التهاب الجيوب إذا كان مزمن بيطيب وبرجع 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 مريضك بيضل قيمة ما جيته وفي خني بصوته نوبي وحيد طبعا هذا التهاب الجيوب بعمله عملية نوبي وحيدي تحت حاد تحت حاد يعني المد الزمني اللي صارت فيه أطول شوي من الحاد كل أنواع الأخماج التهاب السحاية الدرنة أو السل فالسل ما بيجيب فجأة والخراج الدماغي اللي غالبا بيجي نتيجة التهاب السحاية يعني خراج الدماغ ما رح يجيب هالسرعة فجأة ولكن غالبا بيكون تالي لإنتان ارتفاع الضغط داخل القحف متماقلنا أو رام أو استسقاء طبعا الاستسقاء أننا منعرف إلو أنه عين استسقاء منفصل واستسقاء متصل متصل ومنفصل طبعا الاستسقاء هو ببساطة هو انسداد مشكلة بتصريف السي اس اي ف إما بسبب انسداد وإما بسبب أنه مكان التصريف فيه وما يصرف أو بسبب حتى زيادة إنتاج يعني في عندي إنتاج من هون ونقل من هون وتصريف من هون يا هون عبينتج زيادة يا هون في عندي انسداد يا هون ما عبينصرف مني وراسط الحكي هذا الاستسقاء منحله بشنط فأنت بتروح المشفى بتشوف طفل حاطيله وصلي من الدماغه على بطنه شنط دماغه بريدواني هاي متلازم سليمي أو التهاب الشريان صديم اللي حكينا عنه صداء المزمن اليومي حكينا عنه الاكتئار قصد الرقب الأدوية استخدام فرط مسكينات كله حكينا عنه هذا بيكون مزمن النموذج الوصفة للاختلاج المعمم مع الأخذ بيع الأتبار أنه مو كل اختلاجه ووصفة بالأساس في عندي طور اسمه الطور البادرة تبدل المزاج أو الاحساسات الغريبي أو الأوراق أو النسمي يعني مريضك لما بدي يختلج بشكل اختلاج معمم وقلنا أشياء اختلاج أشياء عنه لأله هو المقورة معي صح؟ فهذا رح نحكي عنه الوصفة النوع الوصفة يعني النوع النظامة أو خليني نسمي لك ياهو النوع التقليدي اللي هو بتشوفه بالكتب إن عبي بشرك هون إنه ما بالضرورة تشوف مريضك عبي يمشي بهذا التسلسل لأنه ماك المريض هو بيجي مثل الكتب الله يلعن أبو المزاج قولات أبو ليبال بعدين صار مقوة مريضك فقد وعيه تشنجي تعضلات وشد على حاله زرق كتير وغمي عليه تبهي الزرقة في زرقة ما في شحوب في زرقة في بعدين صار في عندي رماء صار في عندي مثل نفضات والأطراف والجزاء وعضع السينو انتبهي عضع السينو كمان أنت بتسأل مرافق المريض عضع السينو لا لا لأنه إذا عضع السينو ما أنت ممكن في عندي اختلاج ناتج عن صراع وإذا تكرر كتير هذا ممكن يكون حالي صراعي ومريض الحالي الصراعي بده عناي مشددي انتبهي إذا ما عضع السينو بكون مشري قلبي المريض الغم عليك خلاص ارتخى صار مثل الخرقة غير مريض الاختلاج الطور التالي للنشبة تلع ذلك بيسيب مريضهم مريضك رح يرتخي ورح يفيقع بيخلط مين أنتو أنا وين أنا مين انتبهي لأنه مريض إذا كان مش كنته غشي ما بيخلط راسه عبي وجو بضر راسه عبي وجو بعد فترة وبينسى اش صار معه انتبهي في حلقة لمراية اسمه النسيان أو اسمه تعني انسى اشوفه قل له تحت رصيف كنتو ماشي يون تحت رصيف وأنا رايح اشتري شاورمة قل له انت ليش رحت اشتري شاورمة وقطعت الشارب قل له أنا رحت اشتري شاورمة كل شح مزفهر ف ببساطة هاي صفات مهمة للاختلاج وليس سبب قلبي اذا كانت النوب موضعة وبؤرية على الحساب الفص الصدغي يعني بسيط أو معقد رحشي في عندي حلم هالأهلاس شمعي أو ذوقي عم بيستطعم شيء أو شم شيء أو بيسمع شيء اضطرابات بالذاكرة اضطرابات عاطفي مالله مباعف يعني ممكن يرجع للإكس مثلا أو اضطرابات بالسلوك ممكن يصير يسب هينتبه المرضى اللي عنده الاختلاجات أو سرع ممكن يصير يسبه على العلن المظاهر التي ترجح النوب الاختلاجية على الغشي يعني منقول أنه أنا مريضة عصبة وليس قلبه يعني أول شيء سنشوف ضآلد أو غياب العلامات المنظرة التي تشير إلى بداية موضعة قليلة حدوث النوب خلال الاستلقاء مثلا في السرير لأنه أساسا الغشي بيكون فيه جهد إذا بتتذكره تخير أنه متسطح صارت عنده مثلا مش كنت عصبي أساسا وليس قلبي حركات نفضية صرفة إيقاعية متزامنة في الأطراف بتحس إيقاع عب يتحرك مثل كأنه عب يرقص رقصة مع غني مانع عشوائي زرقة لأنه الشحوب بالغشي عض على اللسان انتبه التخليط الزهن والنسيان بعد النوب وهدول الشغلات ما موجودة باقي الأشياء طيب ما هي الأشياء الأشياء أو الشغلات الشائعة اللي بتسبب ليه دوار دوار يعمل تفتل معك يعني بتحس حالك تراكب بمدينة الملاهي بالقليبة أسباب مركزي طبعا قلنا المحيطي أشياء الشقيقة ممكن سبب دوار قلنا هي أي أشياء سبب للصداع ممكن احتشاء جزاء جزاء الدماغ تفتل ممكن تصلب متعدد اللي هي مرض عصبة مناعي داء منيير أيضا محيطي نصيب الأعصاب والأذن دوار وضع امتياب سليم غالبا مشهور عند الأطفال وسليم لذلك سليم إنه لا يكبر يرجع عادة انتهاب العصب الدهليزي جزء العصب الثامن ممكن رض خلي تفتل معك أو أدوي مثل الجنتامايسين ومضادات الاختلاج مثلا مثل الفينتوئين الجنتامايسين هذا صاد حيوي يعني بس هيك من خلصنا لنهاية هذا الفيديو